حبيب قلبي ده اللي اتكلم عنه ده ده حبيب قلبي ده النجم الكبير ده استورتي استورتي في كرة القدم كريستيارونالدو شوفوا الحلاوة يا جمعة شوفوا الحاجة اللي عملها النهاردة كريستيارونالدو مابتحصلش في الكرة دلوقتي في كل العالم خلصت خلاصها مش فاك لعطيقا اخر موقف اللطيف ده كان في السبعينات او في الستينات او في الخمسينات او في الاربعينات مش فاكر من زمان اوي يعني من عشرات السنين مباراة النهاردة النصر السعودي وبريسوليس في دوري ابطال اسيا كان كريستيارونالدو تحسب له ضربة جزاء تمام تمام كريستيارونالدو بقى ايه ده انا تحسب ضربة جزاء من عشوط ضربة الجزاء دي من اللي هيسجل هدف يا جماعة من ضربة الجزاء دي كريستيارونالدو هتبقى لصالح مين هتبقى لصالح فريقه كل حاجة لصالحه يعني تمام طيب وكان لسه نتيجة تعايدل والديئة التانية يعني هنجيب جول الامور تتساهل تمام الحاكم احتسب له ضربة جزاء احتسب له ضربة جزاء يروح كريستيارونالدو يعمل ايه يروح للحاكم يقول له يقول له محدش عقني مفيش ضربة جزاء انت مخدتش بالك تعالوا نشوف الصورة قلونا الصورة بص الجماعة بيشاولي الحاكم بيقول لا 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 استنى 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 مش ضربة جزاء لأ مش ضربة جزاء تاخدش بالك الكورة مش ضربة جزاء فرع الحاكم برضو عشان يحفظ ماء وجه قالك لا راجع الفيديو بقى ورجع الفار عشان يتأكد فيها انه نولاندو ما يستحقش ضربة جزاء يا اخي ده انا بقول لك مش ضربة جزاء ده انا المتضرر وبقول لك مش ضربة جزاء مواقف من مواقف عظيمة كتير عملها كريستيارونالدو انا مش بتخيل اللقطة دي بتحصل في 2023 بصراحة ما بقاش فيه حد بيعمل كده ما بقاش فيه لعيبة ولا فرق هتلاقيها بتعمل مشهد وصورة زي اللي بيعملها اسطورة الاساطير كريستيارونالدو حاجة رائعة جدا دي احكاة